اسمح لي أن أرحب بنجوه ويتي المواطن المصري المواطن العربي بيجي لك غالباً عنده مجموعة من المشاكل بتعمل لها بلان وخطة وبتاخد البلان بتاعها تشتغل عليه دي ميزة أن يبقى عندك فريق طبي كبير في مكان واحد إيه الصعوبات اللي وجهتك في طول 18 سنة للفاتح أغلى وأعلى رأس مالي يبقى عندك هو الناس هو الدكاترة ده علم يقولوا دايماً علينا في كل حتة في العالم إحنا برعين جداً في العمل الفردي لكن تعالى في العمل الجماعي بيحصل مش هاكل لا أهم عامل عشان نقدر نوصل للنتيجة اللي ترضي المريض هي الخطة العلاجية الوظيفة والشكل عمل فردي إلى انتفاشل الابتسامة دي تنفع لفلان ما تنفعش لعلان ما ينفعش كله بقى نفس الشكل كله بقى نفس الرصة وده غلط حضرت كويس يا باشا هتجمع محضرتش كنتم معا ولا الغلطان إحنا المستحيل هنرفض نحضر الأسنان من غير ما نوصل للدزاين إحنا عاوزينه إحنا اللي بنقرر والحشوات بابدو نفسها مش معمولة من المتابعة الواحدة ترتيب الشغل ما بنا دي أهم حاجة في زراعة الأسنان الفريق ده ها المتخيل إنه هو هيقرر قرار هيبقى مش مظبوط كل حالة بتجيلنا هي أهم حالة عندنا فبالتالي لازم تطلع أحسن حالة لازم الدكتور زي ما بقول لحضرتك يبقى فاهم كويس جداً خصائص كل مادة أنا والمريض بس اللي بنصمم التركيبة إحنا عندنا دلوقتي الحالة بيقعد نتكلم معا وإحنا بنتكلم معا 80% من الكشف حصل ضيفي العزيز نجح بشكل كبير جداً إنه يرسي أنه طب الأسنان في مصر ينافس بقوة في الشرق الأوسط ده ربما يتحدى ويصل إلى الريادة هو الفكرة أن أنت تلاقي منتخب زي ده منتخب زي ده الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة مدرب معتمد بالجماعية الدولية للتصوير الرقمي برلين عضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك أهلا بكم الحقيقة في عالم الطب كله في ما يسمى الآن بقيرة العمل الجماعي في العالم وفي مصر دايماً كان المصريين يقولوا دايماً علينا في كل حتة في العالم أنا برئين جداً في العمل الفردي لكن تعالى في العمل الجماعي بيحصل المشاكل الوضع مختلف تماماً وخصوصاً في عالم طب الأسنان طب الأسنان دلوقتي العمل الجماعي بقى فرد مفيش حد يقدر يقول إن أنا هعمل منظومة نجحة تتعامل مع مشاكل طب الأسنان ومشاكل المرضى الكبيرة جداً في مصر وللحمد لله الشعب البصري بدأ والشعب العربي بدأ يتقدم جداً في الثقافة اللي هتنبأ أسنانه إلا ما يكون في عمل جماعي ضيف العزيز أستاذ دكتور نور ديمو الصفاة أهلا بيك أهلا بيك دكتور نور وحشني جداً وأنت جداً 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 اسمح لي أن أرحب بنجوم وي تي طبعاً عشان بننقل مستوى العلاج لمستوى جديد فقررنا إن احنا نسميه ويتي إليت عشان نقول إن احنا بنقدم خدمة لناس إليت بشكل إليت أو بشكل متميز يعني وطبعاً الأول أنا بقول إن أنا محظوظ جداً إن ربنا أكرمنا وإن أنا بقيت مع فريق زي الناس دي يعني أنا راس مالي كله هو الفريق ده المواطن المصري المواطن العربي ربما اللي فترات طويلة أهمل في اسنانه فبيجي لك غالباً عنده مجموعة من المشاكل طبعاً مقدرش يحلها شخص واحد الحتة دي عايزك تشرحلي شوية قبل ما ندخل في غشنا مع الفريق طيب إنت النهاردة واحد بقى له خمس ست سنين ما جاش له دكتورة أسنان عنده لتهف اللسع احتمال يكون خلق أسنان احتمال يكون محتاج تجميل فبالتالي فكرة إن هو يخش الدكتور يعمل له علاج اللسع ويعمل له التركيبات ويعمل له علاج العصر ويعمل له الزراعة الفكرة دي عالمياً خلاص ما بيتش موجود تيجي تعمل علاج العصر بلسنة بعد ما تعملها والكيس تدفع فلوسها تيجي تعملها تركيبات ما تنفعش طبعاً أنت عملت ليه علاج العصر من الأول علشان ما عندكش بلان أو ما عندكش الفريق اللي بصي فقالك دي ينفع تتعمل علاج العصر وبعد ما تتعمل دكتورة التركيبات قالك لا دي ينفع تتعمل تركيب لأنه لو ما تنفعش تعمل تركيب بقى هتحاول حالة كلها المين لدكتور الزراعة عشان هيخلع عشان هيعمل الزراعة يبقى أنت الحالة ما تفضلش تلف وتروح عندي دكترة كتير في نفس المكان بتعمل لها بلان وخطة وبتاخد البلان بتاعها تشتغل علي دي ميزة أني بقى عندك فريق طبي كبير في مكان واحد اسمح لي أن احنا نناقش عضاء من فريقك على فكرة يعني أنا أعتقد أن احنا هنعمل سلسلة مع الفريق وهذه السلسلة النهاردة هناخد جزء معلش هنتعبك وتاني ونيجي تاني وناخد جزء يعني أنا أعمل على الأقل لثلاث أو أربع حلقات والناس لازم تتفرج أنا بدعوا طلب الطب الأسناني يتفرجوا على الحلقات دي كواس جداً بدعوا كل دكات الأسناني الشباب يتفرجوا على الحلقات دي كواس جداً بدعوا كل مرضى العلم العربي اللي عندهم مشاكل في الأسناني يتفرجوا كواس جداً لأنه إحنا هنقدم حاجة اسمها نموذج العمل الجماعي لو ملقيتش هذا النموذج للعمل الجماعي في أي حتة في أي بلد عربي في طب الأسنان أنت مش داخل مكان طب الأسنان جايد أنا في رأيي كده تمام هنبدأ بضيفي العزيز الأستاذ دكتور ماجد زهدي أستاذ مساعد التركيبات السابقة وتجميل الأسنان أهلا بيك يا دكتور ماجد أهلا بيك يا فن منورنا وساعداء بوجودك معنا النهاردة لكن أنا طبعا عايز أسألك سؤال صعب أوي وكان دايما دكتور نور بيتكلم عنه في مطلع أو في كتير من الحلقات الخطة العلاجية أسألك الأول عن الخطة العلاجية إيه المقصود بالخطة العلاجية هل دكتور ماجد المواطن المصري والعربي منتوليكم صمع ما شاء الله في المنطقة العربية كويسة جدا عنده إدراك للمعنى الكلمة دي ولا بيدخل تقوله الخطة العلاجية يقولك إيه الكلام الجديد اللي انتوا بتقوله إحنا بسمعناش عنه قبل كده ما هو ده كلام بجد بقى وإحنا يمكن فعلا فكرة التخصص دي من أكتر حاجات اللي إحنا كلنا بنؤمن بيها لأن زي ما حيك قلت محدش يقدر يعمل كل حاجة بنفس الكفاءة بالذات أنا حتكلم على الجزء اللي يخصنا اللي هو التجميل والتركيبات السابتة ده علم إحنا عندنا في الجامعة فيه ماجستير اسمه ماجستير تجميل الأسنان فده معناه إن إحنا عشان نقدر نعمل تجميل بطريقة مظبوطة لازم للناس اللي تعمل الكلام ده يكونوا متخصصين في الجزء دوت فإحنا هي دي الفكرة فكرة الفريق إزاي إنه يبقى فيه ناس متخصصين عشان يقدروا يوصلوا للنتيجة اللي المريض عايزها في الآخر أهم عامل عشان نقدر نوصل للنتيجة اللي ترضي المريض هي الخطة العلاجية طيب إيه مفهوم الخطة العلاجية ده إن المريض من أول يوم حيجلنا يتعمل له تشخيص كامل بنشوف كل المشاكل اللي موجودة عند المريض بتبتدي تتكتب بالترتيب تبتدي تتحط ليها العلاجات المختلفة بنبتدي نتناقش مع المريض بحيث إن إحنا نقدر نوصل للحاجة اللي هو عايزها بقى أسرع وقت وبقى اللي مجهود أو تعب ليه مع الحفاظ على الأسنان طيب عشان نقدر نعمل الكلام دوت ما ينفعش تخصص واحد يقدر يعمل الكلام ده ده لازم كل مجموعة التخصصات اللي هي تركيبات تقويم علاج جزور علاج لسة ففعلا زي ما الدكتور نور قال هي بتبقى خطة كلنا بنقعد وبنعمل النقاش بتاعنا عشان نوصل للخطة العلاجية ده وبيتم إبلاغ المريض بيها قبل ما نبتدي الشغل يعني أول ما بيجينا المريض وخلاص عطينا له خطة العلاجية من أهم الحاجات إن إحنا ناخد الابروفل بتاع العيان على الشكل اللي إحنا عايزين نوصل له عن طريق إن إحنا نبتدي نعمل تصميم الابتسامة طيب أحمد محسن المدرس المساعد لتركيبات السابتة واضح إن أنتو برضو عندوكو حتة انتماء يا أحمد لي الفروع داخل بقى نعمل شوف بص مجد قال لك إيه ده فريق التركيبات السابتة أحمد جمدين وكلهم إيه واخدين الحتة الأولينية وبتاع هنشوف بقى الفرق اللي جوه الفريق انت صح كده؟ أنا بدأت لقد بتبرده حاجة طيب قول لي بقى إيه 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 إحنا هو بصلك الكرة في ملعبك في حتة مهمة جداً حتة القرار النهائي في الخطة العلاجية صح كده؟ صح كده هم هو المريض لازم يكون فاهم إن إحنا ما عندناش تنبا كل المرضى بتطلع نفس الشكل ودا الغلط اللي بيقع فيه 3-4 أو معزم كتلة السنان هو أسنان مرصوصة زي ملتنور بكها وصفها بسان شكلتس بيضة كله شبه بعضه انت زي أخوك زي ابن عمك وده غلط هي اللي بتسامها بتبقى مصممة خصيصا ليك بابعاد بابعاد بنسب معينة لازم تبقى متقاسة كويس اوي فعشان كده زي ملتنور دايما يعني ماشيين بالسيستم ده احنا المريض بيدخل بعد ما بتفهم معنا لخطة التجميل بتصور صور من انجلز مختلفة صور دي تبقى هاي روزولوشن و ديجيتل وبتصور بالدجيتل عشان نعرف نعمل الديزاين والمريض لازم يشوفه ويبقى عارف ان هو مخصص خصيصا لي اللي بتسمى دي تنفع لفلان ما تنفعش لعلان ما ينفعش كله بقى نفس الشكل كله بقى نفس الرصة وده غلط لازم المريض يبقى عارف زي ما دكتور ميجد شرح ان هيتعمل له ايه بالزبط ما ينفعش المريض طبعا رأيه المهم وكل حاجة بس المريض مش دكتور المريض يوجه للصح لي فالدزاين ده مهم قوي المريض يشوفه يأبروف عليه ممكن ناخد رأيه في حاجات معينة ونفهمه حتى لو ليه تطلعات اكتر من كده بقى عارف ان فيه فيه سقف للحاجات دي فيبقى عارف انا هوصل لشك ده واحنا نعرفه ازاي هيوصله باحسن طريقة لي عظيم هنروح لي الدكتور محمد مصفى اخصصات تركيبات السابتة وتجميل الاسنان ما زلنا مع فريق التركيبات الي النهارده يعني متصدر المشهد انا باديم بيه بس انا باديم بيه انا باديم بيه نعم على فكرة كل الاقسام مهمة جدا 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 بس داوي يشغال ونشوف مين اللي هيرون انا 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 اقول لي بقى محمد تجميل الاسنان اهميته كبيرة في عالم الاسنان عموما صح؟ مزبوط تمام؟ والتحضير بقى. والتحضير جزء مهم جدا في التجميل. مزبوط. يعني يعني التجميل في عالم توبلس. لان ده يا راجل حاجة مهم. بس التحضير في التجميل هو حضرت كويس يا باشا هتجمل. ما حضرتش كنتم معه. ولا نغلطان. لا بالزبط كده تمام. قل لي بقى. احنا مستحيل حنرف نحضر لأسنان من غير ما نوصل للديزاين احنا عاوزينه. فاحنا لازم نفكر احنا عاوزين نوصل لايه? ونشوف النتيجة هتبقى عاملة ازاي? ونبتنى نحضرها بالطريقة المزبوطة بقى عشان نوصل لها بالطريقة المزبوطة. او. بحيس لانا لانا اقلل من التحضير بحيس او الفاينل يطلع بلقي شوية او بارز اوي. ولا انا نشيل زيادة من السن فاتطر عامل علاجة عصر ملوش دايق. تمام? على سبيل المسال مسلا عشان عشان بنبص على الديزاين. فتمام? فاحنا والس. في بعض الاحيان ما ننضرش نعمل او العدسات اللاسقة اللي تحت تجميلة بتاعت الاسنان دي. فبنعمل التحضير ازياد شوية لما يكون السنان برزة لبرة. لو مسلا عندنا فيه حشوات كتيرة في الاسنان. فنضطر نعمل او حماية اكتر بعد علاجة الجزور. فبنضطر نعمل التحضير دايا ما يدور حولينا السنة بيبقى اكتر شوية من تحضير الفينيرز او القشور دي كشور التجميلية البسيطة دي. وبنعمل على اساسه. طيب. محمد في التحضير المريض بيبقى متوتر جدا يعني قاعد لانه لسه ما شافش وانت دلوقتي بقى ايه هو كان جاي بمشاكل وانت دلوقتي في حالة التحضير قلدي ما كانش مليش مفيش حلول لسه بانت الدنيا لسه ما ما نورتش زي ما بيقوله. بتزاي بتعمل مع نفسية المريض في حالة دي. المريض عاما بيبقى شايف الشكل اللي حيوصله في الاخرة دي وطبع بيبقى اكبر موطف له اللي هو يبتلي الشغل الشغل لو يبتلي العملية التجميلية. بتوريله الحاجة. طبا بيوريله شايف شكل الديزاين قبل ما يبدأ وشايف شكل التحضير بتاع الاسنان قبل ما يبدأ. يعني عندنا صورة شكل تحضير الفينير او القشرة تبع عاملة ازاي. وشورة صورة تانية شكل تحضير الكراون ومودلز كمان لشكل تحضير الكراونز بيبقى عامل ازاي يعني. فهو بيبقى متخيل الشكل اللي حيوصله هيبقى عامل ازاي. حتى احنا بعد ما نخلص التحضير انا سعرف بعض الاحيان بندي المرأية للعيانة. يشوف شكل الاسنان بعد التحضير العاملة ازاي. شوف يتبقى بالضبط زي الصورة او زي الموضة اللي هو شافه قبل ما يبدأ الشغل. عزيم. طب تعال نروح بقى لدكتور باسم آآ باسم محمود اخصية تركيبات السابتة. مازلنا في آآ آآ برضو التركيبة. صح كده? طبعا. اه. التركيبات. بقول اللي لعدين الفريق ده كله تركيبات انا بك. اه. تعال بقى. بقى لك يا اه. ما انا عارف. اه ما انا تركيبات مسيطر. خد بقى. مسيطر مسيطر. المواد. المواد. اه 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 ده الماتيريال دي ده عالم وعالم رهيب. طبعا نطبوك. والناس وصل لها معلومات من خلالنا. بدأنا نتكلم على الزركونيا. بدأنا نتكلم على الاي ماكس. بدأنا نتكلم على انا اه انا هنفسكو بعد كده. احتيلي على المواد. هو التركيبات السابطة عموما لها يعني مواد وماتيريال كتيرة جدا وكل ماتيريال ليها او خصائص مختلفة عن التانية. فوركزامبل مثلا ان فيه ماتيريال تتميز ان هي درجة لونها ودرجة شفافية بتاعتها شكلها بيبقى ناتشوري جدا فاديها غالبا من عملها في الاسنان الامامين. وفيه تركيبات زي مواد زي الزركونيا دي بتتميز ان هي عندها قوة صلابة وقوة التحمل عالية. فدي من غالبا من استخدامها في الاسنان الخلفية. فلازم الدكتور المتخصص يبقى عارف خصائص المواد دي كويس جدا. يعني ما ينفعش ان يبقى الطبيب نفسه يبقى يعمل مثلا حالة زيركونيا. مع ان فيه دلوقتي ريسنت المونوليسك زيركونيا ده ممكن نستخدمه بس ما بديناش نفس درجة الجمالية زي زي الاي ماكس ماس. بس لازم يبقى الدكتور عارف كويس جدا خصائص كل مادة في استخدامها. ودع لزي ما دكتور محمد قال برضو ان كل مادة لها طريق تحضير معينة. فيعني مثلا انا حعمل زيركونيا فزيركونيا مسلا بتحتاج تحضير اكتر شيء من العدزات اللاصقة اللي بتستخدم زي الاي ماكس مسلا. فلازم ده بحر ولازم الدكتور المتخصص يبقى عارف اه خصائص كل مادة وكل مادة بنستخدمها في ايه بالضبط والكلام. بيحصل خنقات بينكم وبنبعض انا هاسأل الدكتور لو راجعلك لنفس السؤال. بيحصل خنقات بينكم وبنبعض اه مثلا انت اه شايف ان من ناحية الجمالية هزي الحالة تستحق نوع معين من المواد. تمام. بس الراجل عنده عضة شديدة وبيعض او بيعنده مشاكل فبيعض على اسنانه فالحادي يجي يقول لا المودة دي مش هتستحمل مع الشخص دوت فارجوك غير. حد من الفريق. لا مش حد من الفريق. ولا الدكتور ولا الحالة. الحالة نفسها ممكن تقول لو عندها السقاف. الحالة ما احنا اللي بنقرر. اه. وبنقرر انت شايف فريق عامل ازاي. الفريق ده هالمتخيل ان هو هيقرر قرار هيبقى مش مظبوط. الفريق الطبي الواعي بيعمل موديفيكيشن صح. او ما بيتخط في ناس اول ما يجي يشتغل ومش دارس الحالة كويس. اول ما يبدأ يشتغل ويخش في الموضوع يلاقي الدنيا بدأت تبوز منه ومش عارف يلما. لا لم يبقى عندك فريق طبي دارس كويس. وعنده خبرة وده مهم جدا. احنا عندنا ناس في الفريق ده عامل اكتر من خمس تلاف حالة. فبالتالي خبرته اليدوية عالية جدا. الخبرة بتخليك وانت بتتعامل مع الحالة متطمن. دكتور فريد عماد الدين. دكتور فريد ازايك? فريد عندك سؤال مهم قوي بقى. قوي. عايز اسألك على واحد من الاجهزة اللي كانت او احداثة حالة من حالات الثورة في عالم طب الاسنان. كان الاول اقصد بيه جهاز السيرك. جهاز السيرك احد الثورة لانه كان دايما الناس عندها تخوف وانه تيجي تطبي الاسنان لأي سبب من الاسباب عشان الوقت. جهاز السيرك تحدى الوقت. خلاص العان ييجي عنده مشكلة جهاز السيرك بيصلح له وبيعمل له الحاجة وهو قاعد. فحكيلي عن جهاز السيرك قد ايه قفتكه? السيرك احد الانواع والاسامي التجارية لفكرة الكات كام نفسها. حضرتك تطرقت النقطة ان موضوع الوقت والسرعة والكلام ده كله. طبعا الوقت والسرعة مهمين جدا ومن اهم الحاجات طبعا بالنسبة للمريض. بس مايقصرش على حاجات معينة. حاجات معينة في صناعة التركيبة في وقتها في لو احنا زم دكتور نور كان بيتكلم ان احنا في حاجات بعض الحالات بنحتاج ان احنا نعمل بعض التعديلات في اللاسة في الكلام ده كله. صرعة التركيبة مع اللاسة والكلام ده كله مش بيبقى مضبوط وهو ده بقى فايدة فريق العمل والتيم بتاعنا اللي يقرر اللاسة لأ محتاجة نقعد شوية محتاجة نسترين تاني يوم محتاجة نسترين تالت يوم الكلام ده كله. انا والمريض بس اللي بنصمم التركيبة انا مفيش ثيرد بارتي او طرف تالت معانا في الموضوع اللي هو المعمل. اه المعمل كان طرف تالت. بالزبط هو لشاف العيان لشاف وش العيان لشاف شفهية في العيان لشاف التحضير المعمول لان المقاس ده مهما كان دقيق. الجبس اللي هتصبي بيه المقاس مهما كان دقيق. التكنيشن او الفني المعمل مهما كان متمرس وكويس برضو مش هيبقى زي الدكتور اللي شاف الحالة ومحضرها يعني انا بقعد بصور العيان وابتدي في الدزاين دكتور محمد او دكتور ماجد او دكتور احمد محسن اللي حضره وشافه الحالة قاعدين معايا بيشوفه. احنا رسمنا هنا ايه حضرنا هنا ازاي عملنا ايه. كل القصة دي بتقلل الاعادات التركيبات. ويتحسن دقتها وشكلها والديزاين بتاعها. ده غير ان المريض بيشترك معايا. المريض صعب ان انا اخده معمل او ارهوله. حتى لو استنيت تارك اربعة ايام ومابل معمل يجيب لي الحاجة ويبص عليها. هو ليه? هو المريض يشوف الدزاين او التصميم بتاع الابتسامة اللي هو موافع عليه في الاول. على ارض الواقع. بس على الكمبيوتر بشفيفه بوشه باللسع بتاعته بالكلام ده كله. ويقدر يقرر من خلاله. لا ده مناسب. لا دكتور طب ممكن نعمل شوية ادجاسمنت. المريض ما بيبقاش الموضوع بالنسبة له سيرتن ومزبوط مية في المية. لازم يبقى عنده تغيرات. لازم ياخد رأي الناس. لازم يستشير. وجود ده كله مع المريض في خلال يوم او يومين يجي يشوف الدزاين. ابعته له باي سوشيال ميديا او اي حاجة ان هو يشوفه. ومن البيت يقرر ويعدل يوريه القريب ويوريه الممت ويوريه يعني ايا كان الكميونيتي اللي هي او اللي هيوريه لهم. يوريه مراته. بالضبط اي حد بقى لو ما الست دي حالي. الله عاجة جبت كل الناس. عشان لديه مشاكل اه. اه 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 او خطبته او اه. بس فهي بتبقى الموضوع ان العيان المريض يعني داخل معنا في القصة قوي شايف قوي ومقرر قوي وده بيقلل مشاكل استلام ومفاجئة استلام التركيبات بتاعتنا في الاخ. اسمحول لنرحب بضيف العزيز. طبعا دكتور محمد السمراء استشاري تقويم الاسنان وزميل كلية الجراحين الملكية بانجلترا. اسم متميز وكبير. اهلا بيك يا دكتور محمد. اهلا مساء. اه اه التقويم مهم وسؤال اه يعني اه اه كلاسيكي جدا متى نلجأ للتقويم يعتقد البعض ان التقويم ما ينفعش للناس الصغير. ايه اولة كبيرة. اولة كبيرة اولة ولا الصغير. اه. لا هو الحقيقة تقويم اه ملوش عمر محدد. اه. لانه بيعالج مشاكل متعددة. اه مشاكل في الاطفال ومشاكل في الكبار. لكن هو عشان خطر الواحد يبقى دايما في في الجانب الصحيح لازم يبقى على طول يعمل متابعة مع المتخصص في التقويم. من اول سن الطفولة يعني من اول ما يبدأ الواحد يبدل اسنانه يلازم يكون وليه الامر مهتم بانه هو ياخد ابنه او بنته ويروحه للمتخصص في التقويم. يعني نقول سن سبع سنين تمن سنين لازم يروح ويشوف حتى لو هو مش ملاحظ ان فيه مشكلة وفي بعض الاحيان بلاقي فيه اب وام مش ملاحظين المشكلة اصلا. ممكن اتجنب عمليات جراحية لو عملت تقويم بدري. فكل حاجات دي مهمة طبعا في في مجال التقويم. كعالم التقويم. طيب دكتور مصطفى طه سؤال مهم جدا وهو طبعا استشار جراحة الفم والاسنان ومدرس جراحة الفم والاسنان من جماعة عين شمس. اهلا بيك دكتور مصطفى. سؤال يعني هيبقى مهم اوي عن مفصل فك. هذا المفصل اللي مشاكله كتير جدا. برضو بما نحن نتكلم عن التقويم التقويم الجراحي عايزك تحكي لي عنه. حاجتين مهمين. طيب حاجتين مهمين. اول حاجة مشاكل مفصل فك. يعني الناس ممكن تستغرب ان الموضوع ده بقى منتشر جدا. حنا نتكلم تقريبا من خمستاشر لعشرين في المية من الناس المصرين او غير المصرين بيعانوا انعرض من اعراض مفصل فك. بداية من ترقع وبيفتح وبيقفل بقه. آآ بقه بيعلق مش عارف يفتحه كويس او فتحه مش عارف يفتحه كويس. الام شديدة مع الكلام مع الاكل. فده منتشر جدا جدا جدا. اسبابه متعددة وشائعة جدا. زي لو العرضة مش كويسة وهنا يأتي دور التقويم. لو حد ما هو صغير عرضته مش كويسة دي ممكن تؤدي الى بعض مشاكل في مفصل الفك. لو بيجز على اسنانه الضغط العصبي. لو عمل حشوات او تركيبات مش معمولة كويس. مش منتراعي فيها المسافة بين الفك العلوي والفك السوفلي. دي كلها حاجات بتؤدي الى مشاكل في مفصل الفك. علاجه برضو حاجات تتدرج من حاجات بسيطة جدا لعمليات كبيرة على حسب المريض ده جالة بدري واللجالة متأخر. يعني احنا عادة بيبتدي معاه بحاجات اسمها نايك جاردز او عددات بتقلل الضغط على مفصل الفك. ممكن نطلع بعد كده لحقا بوتوكس او ممكن نطلع بعد كده لحاجات اسمها منظر على مفصل الفك. وفي حالات بسيطة جدا ممكن نحتاج نعمل تدخل جراحي. ده بالنسبة لمشاكل مفصل الفك. التقويم الجراحي بقى. هو زي ما قال دكتور سمرائي فيه مفروض علاقة ما بين الفك العلوي والفك السوفلي. عند بعض الناس بقي عندهم بروز جامد في الفك العلوي او بروز جامد في الفك السوفلي. هنا مش بتكلم عن مشكلة جامد اسنان هي جامل عظم نفسه. هنا نحتاج ان احنا نعمل عملية عشان نصلح البروز دوت. قرب النايك. نحتاج نعمل عملية عشان نصلح البروز دوت. وطبعا برضو محتاج برضو التقويم معانا. يعني نحتاج التقويم يتعامل اول عشان يحسن الوضع للعملية دي. اروح بقى للدكتور هيسم مما يرجي اه يعني له شعبية. انا دكوه حلو يا هيسم. وانا بعزه يعني الحقيقة. منور يا هيسم. اه 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 هيسم هو طبعا اه يعني اه متخصص في الزراعة وزميل الكونجرس العلامي لزراعة الاسنان. اه جزء بقى مهمة اوي في وقت الزراعة. طبعا. يعني اه الزراعة مهمة اوي اه 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 ازاي انه يعني دي حتة تهميننا في البطنة. نتعامل مع الحالة الصحية اللي المريض اللي جاي يعمل زراعة. انه عنده نقص كالسيام. رجل كبير في السن. كمان العظم مش كفاية. الحتة اللي هي المشهورة قوي ودي بتخلي الناس على فكرة تأخر يا دكتور هيسن في ناك جي لك. ليه? يقول لك اه منا معنا كبير في السن واعتقد ان حالة العظم عندي مش كويسة لان اسمعت الدكتور نور قال ان حالة العظم مهمة وفي قدان العظم ممكن يعوق قدام الزراعة يعني ويروح جايب اهو قال الجزء من الكلام وماكملوش. فانعايز اسمع منك الصورة العامة. احنا يعني بنشوف ان الموضوع مرتبط جدا بعد يعني احنا فيه ناس بتتعامل مع العيان على انه حجم عظم. وده مش حقيقي في الزراعة. اه الحالة الصحية للمريد مهمة جدا. اه يعني دايما احنا بنأكد على الناس اللي موجودين في السنتر اللي بياخدوا الميديكال هستري من العيانين ان كل ديتيل اه وكل تفصيلة في الحالة الصحية للمريد كل دوا بياخدوا اه مثلا مثال بسيط. العيانين اللي عندهم اهه öğه euch اللي عندهم اهه ليش دايما بياخدوا ادوية للسيولة. ممكن ياخد كزا نوع من الدوا. الادوية دي منهم ادوية تشتغل على الصفائخ للدموية, Harmonie بتشتغل على اه اه موامل التجلط. كل واحده ممكن تأثر معانا بشكل مختلف. يعني ممكن يجي عايين يقول انا باخد دوا للسيولة. بااخد دوا يعمل الحالة الصحية للمريض مهمة جداً نحن نسميها مش موانع زراعة ولكن العوائق الخاصة بزراعة الأسنان أو بأي عملية جراحية عمول العوائق منها عوائق طبية حالة المريض الصحية الحاجات اللي بتستدعي إن إحنا نقدر نزبط حالة المريض الصحية عشان نقدر نعمله زراعة هنراجع مع دكتور البطن الأدوية بتاعته إيه التحاليل المطلوب عشان نعرف العيان ده عنده سيولة زيادة ولا لا مرضى الشكر إزاي نقدر نتعامل معاهم الغدة الضرقية اللي عندهم زيادة في وظيفة الغدة الضرقية أو نقص في الوظيفة أو شايلين الغدة عموماً بالزادة في العيانين اللي إحنا بنزبطهم عشان نعملهم عمليات كبيرة تحت التلذير الكلي ده جزء مهم جداً أنا بشوف إنك تقدر تاخد دياجنوز الصحيح من العيان وتحط له خطة للعلاج واضحة ده أنت عملت أكتر من خمسين في المية من عمليات زراعة الأسنان الجزء الثاني من الموانع اللي أنا بشوفها هي الموانع الموجودة في الفم ودي أنا شايف إن هي بتربطني ارتباط وصيق جداً مع ده كترة التركيبات دكتور أحمد محسن طبعاً اشتغلنا مع بعض حالات كتير مش عايز أقول لي اسمه الحركي علشان دكتور محمد السمرائي طبعاً يعني دايماً الموانع دي تكمن إن هي ممكن تتمثل عندي موانع في العظم وحجم العظم وكسافة العظم وموانع في اللسة جودة اللسة طبيعة اللسة اللي موجودة كل واحدة من دول بتستدعي إن أنا أتدخل بشكل معاين أو الحاجات الكامل جداً وبتعمل المشاكل جداً المسافات اللي موجودة أنا يعني هشرح حاجة بشرعة كده ممكن تورينا قدية ممكن تعمل مشكلة عيانة جات لي عملت زراعة يعني الدكتور قال لها أنت محتاجة زراعة عظم فزرعت عظم مرة وبعدين قال لها ده فشلت فزرعت عظم تاني وبعدين زرع لها بعد كده الزرع لها تاني مرة من زراعة العظم ركب لها عليها سنة صدمت لأن حجم السنة كبير جداً أكبر من السنة اللي جنبها وكانت سنة أمامية اللي هي السنترل أو السنة حتى هي بتقول لي أنا عدت عاية أول ما شفت السنة فقلت له خلع هالي فهو بيخلع السنة رح خلع السنة بالزرعة اللي كانت موجودة كم من المشاكل رهيب أول حاجة كان عندنا مشكلة في العظم وحجمه ما تعملش بشكل صحيح لأن أنا اكتشفت أن المشكلة عندها في اللسة مش في العظم بداية محتاجين الأول نرجع اللسة بشكل كويس عشان لما أعمل زراعة عظم تحمل عظم اللي أنا هزراعه في بجودة العظم كويس وبعدين أحط الزرعة أكتشف أن المسافات عندها فيها مشكلة حجم السنة أو حجم المسافة اللي موجود أكبر من حجم السنة اللي جنبها فبالتالي لما جيت دكتور يعمل السنة بقت أعرض من اللي جنبها كان لازم أن هو يقول لها حضرتك ممكن تحتاجي تقويم عشان نزبط المسافات وده الجزء اللي أنا بتدخل فيه أنا ودكتور سامرائي أن أنا أقول من العيام الأول أنت محتاج تعمل تقويم عشان نزبط المسافات علشان نقدر نعمل السناني بشكلها زي بعض أو أن أنا أتدخل أنا ودكتور أحمد محسن أو دكاترة التركيبات في أن إحنا نعمل فينيرز أو إشرة تجميلية على السنة التانية فنزبط المسافات أو نزبط عضة العيان أنا بشوف أن الدياجنوزس أو الكشف على العيان ووضع خطة طبية وأن إحنا يعني نزبط السيكونس الشغل ما بيننا أو ترتيب الشغل ما بيننا دي أهم حاجة في زراعة الأسنان وكالعادة مميز يا عيسن أريد أن نعرف دكتور أحمد محسن اسم الحركة بس بعد هنروح بقى لدكتور إبراهيم الأباني المتخص في جراحة وزراعة الأسنان وهسألك سؤال لأول مرة يمكن نسأله ونتكلم فيه بالتفصيل الخلع الجراحي وعايز أعرف إيه الفرق بينه وبين الخلع العادي وبعدين بعد الخلع مباشرة هل هتسلمه لدكتور هيسم يعمل زراعة على طول والمسألة تبعمل إزاي؟ طيب هو في الأول زي ما كان دكتور هيسم بيقول الموضوع بيمشي كسيكونس أو كتسلسل أوكي؟ أول حاجة غالباً معظم حالات اللي بتتطلب خلع جراحي بيكون حالات دروس عقل مدفونة أوكي؟ طيب دلوقتي أنا عايز أعرف هل الدرس ده محتاج يتخلع أصلاً في الأساس ولا لا؟ فبتدي أشوف المغطيات اللي قدامي بنبتدي نعمل دياجنوزز أو بنعمل كشف طبعاً لازم يتعامل أشاعة على الدرس ده ولازم يتعامل في نفس الوقت كشف على اليونت أو على كرسي الأسنان عشان نقدر نحدد هل المشكلة فعلاً جاية من الدرس ده ولا ممكن تكون مشكلة في منطقة مجاورة بس الوجع زي ما بنقول حاجة اسمها refer pain أو الوجع مقدرش أحدد مكانه فين بالزبط يعني المريض بيكون جايل لي أنا عندي وجع في المكان الفلاني بس مش قادر يحدد فين بالزبط فبشوف المغطيات دي وابتدي أحدد هل الدرس ده مثلاً ممكن يكون عامل لي تآكل في السنة اللي جنبها ممكن يكون مدفون عامل مشكلة قريبة من العصب أو حاجة فبحتاج ساعتها تدخل جراحي إن أنا أخلع الدرس ده بعد كده حضرتك كنت بتتكلم إن هل بعد الخلع ده ممكن نزرع في ساعتها على طول بالزبط على حسب الحالة يعني لو بنتكلم في سنة تانية في حاجة مثلاً قدام أو حاجة غير درس العقل ببتدي أشوف المغطيات برضو الموجودة قدامي ببتدي أشوف الحالة العامة للدرس ده يعني ممكن نقول مثلاً في دروس بتدخلع بس نبقى شايفين في الأشعة إن في تحتها مثلاً كيس دهني أو تحتها خراج أو حاجة فده بالتالي بيقدي إلى إن الزرعة ممكن يبقى فيها مشاكل قدام لو تزرعت في ساعتها لكن فإحنا يعني بنتطر إن إحنا أو بنستنى شوية لغاية ما العظم يلم بنشيل طبعاً الحاجة الموجودة دي العدوى الموجودة دي سواء كانت خراج أو كيس دهني أو كده وبعد كده بنسيب العظم يلم وبعد كده بنبتدي نقدر نزرع لكن لو الحالة كويسة ومفيش فيها أي مشاكل وتسمح إن إحنا نقدر نعمل الإميديت إمبلنت ده بنقدر نعمله عزيم عزيم هروح بقى لدكتور مصطفى أنور طبعاً مدرس علاج الجزور والراجل البارع جداً والصاحب المهارة المشهود لها بالكفاء دي حقيقة فعلاً يعني مصطفى من الناس اللي إيدهم رائعة جداً فمعليش بقى هبقى متحيز لمصطفى لا أعملت التقويم ولا أعرف فلا أخلينا إيه مصطفى قولي مصطفى شطر جداً في الزراعة في علاج الجزور آسف وعلاج العصب قولي التقنادر الحديثة خدمتك قد إيه دكتور مصطفى في الفترة اللي فاتت وخلت علاج الجزور هذا الشبح المخيف تعرف الناس كلها بتخاف من علاج الجزور وده حاجة وقعية كان زمان كان زمان دلوقتي لا فيه متعة فيه بساطة فيه لا بجد فيه حاجة لطيفة جداً في علاجة إن انت كنت خايف جاي محمل بتجربة أن انت عحاسس انت هتتعلم وبتاع طبعاً وبعدين الله وفين القلب فين القلب ما انت مستني اللحظة فيه ناس والله بتجي تاني يوم تقول لك أوه دكتور أنا ما تواجعتش أعمل لكي فأنا عايزك تشرح التقنادر الحديثة اللي ساعدتك أو ساعدة علم يعني علاج الجزور خلينا في الأول بس نقول إن تخصص علاج الجزور هو تخصص دقيقة وهو من تخصص الدقيقة بطب مجال طب الأسنان دي حاجة الحاجة التانية طبعاً هو الاسم الدرج لي بالنسبة للمرضى هو علاج العصب أو حشو العصب زي ما بيسموه فعشان بس لو فردوا إن احنا قلنا كلمة حشو عصب يبقى المريض فهم إن هي أصل الكلمة أو الأصل الكلمة العلمية هو علاج الجزور طبعاً التكنيات الحديثة أو الأدوات الحديثة الموجودة أو الأجهزة الحديثة الموجودة في مجال علاج الجزور تبتدي أول حاجة بالميكروسكوب الجراحي لعلاج الأسنان الميكروسكوب الجراحي لعلاج الجزور ده بيفيني إن أنا أقدر بداية من التشخيص الحالة برضو أرجع وأقول أنا معايا أداة تانية أو جهاز تانية ممكن يفيني زي إيه الأشياء المقطعية، ثلاثيات الأبعاد اللي بتخليني أن أنا أقدر أشوف الحالة وأقدر أن أنا تقريباً عالجت الحالة قبل ما أبتدي أصلاً أو مني أبتدي أشتغل في الحالة دي أصلاً طيب، كشفت وعرفت وابتديت أشتغل الأدوات اللي بساعدني في الشغل بتاعي عندي الأدوات رفاعة جداً اللي هي المرضى بيحبوا يسموها الإبر وهي مش إبر ولا حاجة اللي بساعدني في تنظيف القنوات كان زمان بنعملها بأيدينا دلوقتي يبقى فيه حاجات خمات فيها مرونة أكتر عشان تمشي مع الإنحناء بتاع الجدور وفي نفس الوقت بتساعدني إنها تنظيف بسرعة شوية وبعد كده وصلنا لحد حشو القنوات دي بطريقة حديثة شوية دي كلها الحاجات دي كلها ساعدتني إن أنا أعمل علاج الجزور بدقة وكفاءة وفيها سهولة جداً من غير ما العين يحس بأي ألم علاج الجزور بقى ممكن في أكتر عدد قدقية ممكن تقدر تعمل كم قدقية في الأعدد الوحدة دكتور هيسم حيكلمنا في علاج الجزور بيتامل في كم جالسة بعضة لا تقول الش instructors بن replies أن العيان فك أو عضلات الفك مساعدة إن هو يقدر يستحمل شوية وإحنا معاه مش هنقوله لا يعني أزلونج أزل إن إحنا قادرين إن إحنا نشتغل والعيان قادر إن هو يشتغل والعيان مش حاسس بقلم خالص خلاص أنت رقم قياسي فأديه مش حاسس حاسس بقى خلاص حلاص بلاش الحسن بلاش أرقاب حلوحنا الدكتور هيسم صبحي طبعا مجلسير علاج الجزور وبرضو ما زلنا في علاج الجزور وبيعجبني جدا إن كل عيلة عندك يعني أنا بسأل يعني مصطفى يعني برضو إيه زي ما تقوله بالوسطى كده بالتاع بزودتنا كده حده له فقالي لا أنا عايز دكتور هيسم ماشي دكتور هيسم قولي يعني برضو عدد الجزور ودور الأشعة المقطعية اللي برضو يعني دكتور مصطفى مر عليها وطبعا دكتور رور يعني كلمنا عن أشعة المقطعية أشعة المقطعية وهل المكان اللي مفوش أشعة المقطعية ده يعني هل ده يسألو إيه الفرق بين إننا ما يكونش عندي أشعة المقطعية ولا مش معترف بقيمة الأشعة المقطعية لا الأشعة المقطعية ده دور مهم جدا في علاج العصب زي يعني أنا أول ما بيدخل ليه بيبص على على الأشعة بتاعته قبل ما أبدأ شغل بقى بأخد فكرة عن الانحنائات اللي في الجدور بتاعة السنة عدد قنوات العصب اللي موجودة عني في السنة أو في الجدر ده وده ممكن يكون أحد أسباب فشل لحالات مثلا كتير ممكن تجلنا من بره متحولة لإعادة علاج عصب بنعمل ريت ريتمت في السنة أو في الجدر ده العينة تقول لي يا دكتور أنا رحت عند أكثر من دكتور وبيقول لي حشل عصب كويس ما فيهوش مشكلة طيب إيه سبب قالوا أنا حاس سبيدة ممكن ما تبص على الأشعة بنقدر نعرف إيه سبب المشكلة دي ممكن تكون في قنوات عصب عصب مش مفتوحة دكتور ما قدرش يوصل لها فيه قنوات عصب يعني المتدرج ما بين المعروف أن الدروس ببقى فيها ثلاث قنوات عصب لا ممكن توصل معنا الخمسة أو ستة دي ما تظهرش غير بالأشعة أو ستة الأبعاد السنة ممكن يكون فيها حاجة زي كراك أو شرخ ده مسبب فشل موضوع لنجل عصب حتى لو كان معمول كويس حاجات دي كلها ما بداش نتعرف على غير بالأشعة أو ستة الأبعاد ديت كم عدد الأسنان اللي ممكن نعمل فيها على الجزور في الجلسة الوحدة زي ما دكتور صفاء الله حياتك مدام العيان قادر إنه يفضل فتح بقى من غير ما يشتكي من الفك نقدر نعمل نقدر نعمل عزيم مازلنا مع عائلة علاج الجزور نروح للدكتور وسامي الخولي أخصها علاج الجزور وعضو جمال أمريكية والسؤال دايما عن الأجهزة هل الأجهزة دلوقتي بدأت تقول أنا الموجودة أنا الدور الأعظم ولا مهارة الدكتور أكيد مهارة الدكتور بس يعني إزاي نجمع الحاجتين مع بعض أنا مش مهارة لوحدها من غير أجهزة برضو كي طب إيه رأيك بص في البداية فندم أحب أن أرحب بحضرتك الله يخليك يا فندم بأول حاجة تاني حاجة شكرينا يا وسامل أنت رحبت بي أنت الوحيد الرحيد الله يخليك أنا قاعد بص يا وسامل ستة أسئلة هسألهم الله يخليك أنت الوحيد اللي أرحبت بي ربنا يبارك بحضرتك مبدئيا أنا طبعا متحيز جدا لعلاج الجذور بما أن أخصائي فيه زمان زي ما ذكر دكتور مصطفى ودكتور هيسم كان العياء لما يجي يجي لي يجي يقول لي ده أنا عندي الدكتور فيه عمل شكيني كده عادي يشكيني بحاجات زي الإبر دلوقتي إحنا عندنا التكنولوجي والتقنية الحديثة كلها والشركات كمان من غير ذكر طبعا أسامي بدأت تتنافس في الحكاية دي وإحنا عندنا كل عيان والتاني بقى عنده ما قدرش أن نقول أن مثلا حضرتك عندك نفس القنوات العصبية اللي عند دكتور نور اللي عند دكتور ويسام لأن كل واحدة هتختلف عن التاني وده طبعا بيبان بالأشياء المقطعية والمايكروسكوب زي ما ذكر دكتور مصطفى ودكتور هيسم فبالتالي الشركات بدأت تعمل إيه؟ قالت خلاص لا أنا عندي دبابيس دي دي حاجات قديمة أنا هبطيدي أطور من نفسي وأعمل أجهزة أوتوميد بتشتغل لا بس لازم يبقى الدكتور نفسه عنده خلفية كاملة ويقوي في الحتة دي إنه لازم يحدث من نفسه لأن لو أنا جبت الحاجات دي وأنا ما عنديش الخلفية هعمل بيها إيه؟ وش هستفاد بيها وكلها طبعا لمصلحة الدكتور ولمصلحة العيان في كذا حاجة فبدأت الشركات دي تعمل إيه؟ تطلع حاجة اسمها الفايلات الإبر دي اللي هي الإبر دي اسمها فايلز بدأت تطلعها بمأسات مختلفة تناسب كل مريض بمعنى أن أنا عندي مثلا قناة عصبية عند الناس الكبار بتبقى دياء شوية الأطفال بتبقى واسعة جدا فبتختلف المأسات فبدأت الشركات تعمل طبعا أنا عندي قناة عصبية فيها كيرف يعني كيرف فيها إنحناء جامد فبدأت الشركات تعمل إيه؟ تقول لا أنا هطور من نفسي وأعمل فايل يجيب اللي هو الإبر دي بنفس الإنحناء ده وبمأسات مختلفة وبتفضل مأسات صغيرة لحد ما تعلق بها طيب أنا خلصت كل ده عملت ونظفت والدنيا تمام والدنيا كويسة هيفضل عندي الجزء الأخراني إنه هو إن أنا هقفل القناة العصبية دي إزاي وده اللي هنعرفه من دكتور علي السمباطي هروح للدكتور علي السمباطي بقى قولي يا دكتور علي المواد المستخدمة اللي قال عليها الدكتور موسام وراء رملك الكورة كده قالك بقى الدكتور علي هيقول لنا المواد المستخدمة فيه تطورت إزاي قولي بقى تطورت إزاي هي مواد حشو العصب التوارد جدا يعني بعد ما دكتور قالوا إن خلاص إحنا نظفنا القناة وكل حاجة تيجي للدور المهم جدا زي ما دكتور موسام قال حوار تقفيل القناة أو حشو الجدر حشو الجدر مهم جدا لإنه غالبا بيبقى ليه نسبة كبيرة جدا في فشل أو نجاح علاج الجزور بعد كده يعني إحنا دلوقتي بعد ما نظفنا بكل حاجة لازم إن إحنا ننظف القناة كلها وبيبقى فيه قناة فراعية للقناة الرئيسية القناة الرئيسية ماشي إحنا بنحشيها كويس وكل حاجة لكن القناة الفراعية دي هي بقى التكنية الحديثة دي اللي طلعت اللي هي حاجة اسمها 3D Obturation أو حشو الجدر سلاسي الأبعاد سلاسي الأبعاد ده كان زمان ما بقدرش إنه هو يتحلي إن أنا أحشي القناة الفراعية أو القناة التانية دلوقتي أنا بقدر أحشي القناة الرئيسية والقناة الفراعية بعمل حاجة اسمها سيل سيل يعني أنا بقفل أي مجال لأي بكتيريا بعد كده إن هي ممكن تعمل لي مشكلة أو تسبب فشل في علاج الجزور اللي أنا عملته عظيم مواد دي متاحة باستمرار الدنيا غلية أنت عارف يعني لا هي متاحة التسامتك دي معناها أن أنت عارف لا هي متاحة متاحة موجودة باستمرار صعب جدا إن إحنا نعمل connection ما بين الطب الأطباء بالميديكال تيرمي باللغة الإنجليزية اللي بتفرض نفسها أنا بشكركم طبعاً النهاردة لأنه كنتوا التزمتوا معايا إلى حد 95-97% كده نحن منتكلمش ميديكال تيرمي يعني في الأول الناس قبل التصوير لو قاعدوا معنا كلم إنجليزي كله وأنا بقى بتكلم والدكتور نور بيتكلمه كلنا أعمالين كله إنجليزي في إنجليزي والمريض جاي مش هافر من الإنجليزي ده والمريض جاي بالتطلعات معينة والدكتور بيتكلم بخبراته وفهمه وبيتكلم طبعاً بتلقائية شديدة على أنه عارف الكلام فالربط ما بين المريض والطبيب ده شيء صعب وده دور مهم بتقوم به دكتورة أريج سالم دكتورة أريج يعني أنا مبسوط طبعاً نتي موجودة معنا النهاردة يعني الحمد لله لقينا في الآخر على فكرة الفريق الطب عندنا فيه بنا عارف الحمد لله وإنت جاي بقى آه جاي بقى دكتورة أريج بس شكريت اللي كانت موجودة يا سيدي والله العظيم قاعدت الرجالة أهم من أي حاجة بس جات دكتورة أريجي طلبها جات خلاص الساعة وربع اللي جاية دي تحكي لنا أريج الساعة وربع بس أنا حابة قبل ما ابتدي في أي حاجة إن أنا أقول كلمتين مهمين جداً هرحب بي الأول هرحب بيك طبعاً بصاحب مكان بس أنا حابة أقول كلمتين مهمين جداً إن أنا فعلاً فخورة بوجود دكتور سيد دكتور نور في مجالنا طب الأسنان بلس إن أنا فخورة إن أنا أكون ضمن الفريق ده كله أنا فخورة جداً إن أنا فردة من الفريق ده مهمتي هي مهمة تعتبر صعبة عشان أنا بكون حلقة الوصل بين الدكتورة وبين البيشنس أو الحالات الحالة بتيجي يعني حالات بتكون متنوعة بمعنى مستوى تعليمي مختلف أماكن عيش مختلفة كمان في سينتور دكتور نور الناس بتيكي من كل حتة في العالم بمعنى إن مش أي حد هتقدر تفهم اللغة اللي بيتكلم بيها أو اللهجة اللي بيتكلم بيها مهمة جداً إن إنت تكون أول حد بتقابل العيان أو الحالة وتكون متفاهم هي عايزة إيه بمعنى إنك إنت تاخد منها كل الميديك الهيستري أو التاريخ المرضي بأريحية يعني مش تحقيق بمعنى إنت عندك حاجة إنت مريض إنت في حاجة لأ إحنا منكونش أجريسف بالعكس إحنا بناخدها بابتسامة وبنسأل المريض بطريقة أريحية يعني إحنا بنتعالج من حاجة هو حضرتك بتشتكي من حاجة يعني نكون في الكلام مش هو أسئلة موجهة فأنا حلقة الوصل دي إن أنا بوصل كلام الدكتورة بس بطريقة بسيطة يستوعبها عقل الفيشة بس كتورة إنت أنا سعيد جداً جداً بوجوتكم كلكم معايا ببسوط جداً بلقائي معاكم وإن كنت بشوفه كتير يعني يعني بس إن إحنا شوفكم كلكم مع بعض بهذه الأعدة الجميلة ببسوط جداً بأولاً بالناس اللي جاي لنا الموجودين معانا الناس اللي يعني ما شاء الله ليهم تاريخ رائع ببسوط بقى بالشباب اللي أنا متوقع لهم في ناس أنا متوقع لها إن إحنا نشوفها على القمم في تخصصاتها في المستقبل اللي جاي إن شاء الله وإن كان منهم الشباب دلوقتي حقق ما شاء الله يعني سمعة وعدد ساعات عمل جبارة جداً يعني فعلاً إحنا أنا مبسوط نحب نقدم النهاردة صورة للطبيب المصري في منظومة طبية بتعمل بعمل جماعي هذا هو الطبيب المصري اللي بيعمل في الظروف صعبة أكيد في مرة هنلتقي تحكولي كده الظروف الصعبة ما شاء الله ربنا طبعاً أكيد كرم كل واحد فيك وفتح عليه لكن أكيد مرته بزمان وفي البداية وبتاع يعني زي ما أنا بحكي دايماً أقول إن أول مرتب خدته كان مئة وسبعتاشر جنيه ولما كنت بغيب يومين في الشهر كان بيخصم مني أربعين جنيه عادي فده الطبيب المصري اللي بيهاجم ساعات وبيظلم أحياناً ووالأخيري هذه المنظومة لما بتكون نجحة ممكن تقدم لنا إيه شكراً دكتور نور على إنك إنت وفرتنا هذا اللقاء أنا تصرفت النهاردة بوجود الفريق اللي أنا فعلاً بتصرف إن أنا بقى واحد منهم ده أنا اللي متشرف بوجودك معنا ومتشرف بالدور اللي أنت قدمته في الثقافة الطبية التي ستبقى ده شيء لا يختلف ده تاريخ لا يختلف على الناس شوفوا الناس صحيح أنت بترأس مجلس إدارة وايتي لكن في الآخر أنا بتكلم على ثقافة طبية قدمتها قبل ما تقدم وايتي للناس انت قدمت ثقافة ده مهم جداً جداً يعني نورتنا دكتور نورتنا خليكوا دايماً مع ناس الحلو موسيقى موسيقى موسيقى